بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة السادسة والعشرون في الطريق إلى الهند اعتقال في باكستان كان لدى الحركة المرجعية الرسالية فروع عديدة في بلاد مختلفة ومنها فرع في مصر فرع شيعي في مصر ولكن الحكومة المصرية في زمن الحرب العراقية الإيرانية كانت تضيق على الشيعة وتراقبهم وتحول دون اتصالنا بهم اتصالا يعني مستمرا ووثيقا فقررنا في الحركة يعني إنشاء مدرسة خاصة للمصريين في الهند في بونا منطقة أو مدينة تسمى بونا بالتعاون مع كوادرنا في المنظمة في الحركة من السعوديين من الأخوة السعوديين والكويتين والعراقيين وجلبنا عددا من الأخوة المصريين لتكريس الثقافة الشيعية لديهم وتقرر سنة 1988 بعدما عدت من السودان وأسسنا فرعا في الخرطوم قررنا أن أسافر للتدريس فترة من الوقت هناك في هذا الوقت كانت تصلنا بعض نشرات ومجلات المجاهدين الأفغان وخصوصا تلك التي يصدرها الشيخ الفلسطيني عبدالله عزام كمجلة الجهاد وكانت مشحونة بالعداء للشيعة وتشيع فكانت تؤلبنا كثيرا وتعطي مردودا سلبيا وتشحننا للقيام بالرد والدفاع ونشر تشيع لذلك ذهبت إلى باكستان ومررت على بشاور وحاولت أن أزور مخيمات الأفغان وخاصة الحزب الإسلامي في بشاور فلم أوفق للقاء السيد حكمة يار وخرجت من إيران هذه المرة بجواز سفر سعودي نظيف جدا وجديد من طباعة المنظمة ودخلت باكستان به ولكن عند المغادرة من مطار كراشي أثار هذا الجواز النظيف الجديد انتباه ضابط جوازات فطالبني بإثبات شخصيتي وفيما إذا كنت أحمل أي توثيقة سعودية ولما أجبت بالنفي قال إذن يعني شك بالجواز ولم يستطع مسك ملاحظة أو مكان تزوير أو شيء لأن جواز مثل أي جواز سعودي قال إذن نراسل السفارة السعودية للتأكد من صحة الجواز وربما كان الضابط يود أن أناوله رشوة ولكني في الحقيقة لم أجرأ على تقديم أي رشوة إليه وأصررت على صحة الجواز وبعد ليلة أمضيتها في التوقيف جاء أحد الأصدقاء الباكستانيين وتكفلني بعشرة ألاف روبية وكان علي أو على الحركة أن نضحي بهذا المبلغ وأهرب من باكستان وأعود إلى إيران بأي طريقة فاتفقت مع صديق باكستاني آخر أن يوصلني إلى مدينة كويتا ومنها اتفقت مع صديق أفغاني أوصلني إلى الحدود وسلمني إلى أصابة لتهريبي إلى إيران أصابة كانت متخصصة بتهريب الأفغان وقال هذا الأخ الأفغاني أنه سيلتحق به فيما بعد فرفضت تحرك خطوة واحدة بدونه لأنه لم أطبئ لهذه الأصابة وقررت أن أتشبث بالأخ الأفغاني مهما كلف الثمن وجاء المهربون على دراجات نارية كبيرة وجلست خلف واحد منهم وأوصلني هذا الأخ الأفغاني بالإدعاء بأني إيراني إذا وصلت الأراضي الإيرانية قال إذا وصلتم للأراضي الإيرانية فقل أنا إيراني هكذا علمني وبعد أن سرنا مسافة وكنت أسقط من الدراجة التي كانت تكفز على الممرات الضيقة بين الجبال الشاهقة والوديان السحيقة والمنعطفات الحادة قلت لصاحبي المهرب هل وصلنا على الأراضي الإيرانية قال لا بعد وبعد فترة أخرى سألته مرة ثانية هل وصلنا إلى إيران فانتبه إلى لهجتي العربية وقال ما هي جنسيتك أنت لست أفغانيا أليس كذلك قلت أنا إيراني فتوقف مستغربا وتأمل في لهجتي فقال لا أنت لست إيرانيا أيضا وأضاف وقد كنت أعتقد أنك أفغاني إنما قبلت بتهريبك إذ أن لا نهرب إيرانيين ولا أجانب وإنما أفغانيين فقط لأن أفغانيين كانوا الحكومة الإيرانية تتساهل معهم يعني هي ترفض استقبالهم بصورة رسمية ولكن هم يهربون مشين على الأقدام أو على الدراجات النارية أو يعني مع المهربين فهم كانوا يغضون للطرف عن ذلك أما إيرانيين فلم يكونوا يسمحون أو أجانب أبدا ممنوع هذا الشيء ويبدو أن المهربين كانوا إيرانيين هما من بلوش وكان لديهم اتفاق مع الشرطة الإيرانية بالاكتفاء بتهريب الأفغان فقط لأنهم كانوا يعبرون الحدود مثل النمل حقيقة جرافاتهم وحدانة وقد رأيتهم بعيني يعني ينبطحون عندما تأتي دورية من الشرطة ينامون في الأرض أو يختبئون خلف الحشيش ثم يهربون ثم يمشون كما رأيتهم بعيني ولكن المهربين كانوا يخشون من تهريب الإيرانيين وجنسيات الأخرى لأنه ينطوي على مخاطر أمنية وسياسية وهنا أدركني صديقي الأفغاني فأنقذني من الورطة التي أوقعت نفسي فيها وأقنعهم بأني أفغاني كنت في العراق ولا أجد اللغة الفارسية إلا قليلا وقد التبس علي الأمر ولم أفهم ما يقولون ظلوا يتناقشون فيما بيناتهم وصرنا وطوينا مسافة أخرى حتى جنة الليل فتوقفنا لصلاة المغرب مرة في الحدود الإيرانية وكان المهربون جميعا من أهل السنة البلوشيين ملتزمين بصلاتهم بدقة رغم أنهم كانوا يحششون ولا يتطهرون ويهربون المخدرات على الدراجات وقال لي أحدهم أنه ارتكب كل ما يخطر ببالي من جرائم ولكني أصلي وبينما كنت أصلي المغرب أنهى المهربون صلاتهم بسرعة وركبوا دراجاتهم وانطلقوا بعيدا عني وتركوني وحيدا بين الوديان والجبال على الحدود الإيرانية ولم أجد من أستغيث به إلا الله تعالى فأنهيت صلاتي وكنت أستطيع رؤية شارع إيراني من بعيد ولكن لا يمكنني الوصول إليه وبعد ساعة عاد المهربون ومعهم صاحبي الأفغاني الذي يبدو أنه أقنعهم مرة أخرى بإيصالي إلى الهدف المحدد وهي مدينة زاهدان فحمدت الله تعالى وركبت معهم وكانوا يستطيعون رؤية آثار العجلات في ظلام الدامس وتمييزها عن آثار العجلات الحكومية الدورية حتى يكتشفوا أنه في دوريات مختبئة هناك في تلك الجبال أو لا وبعد فترة من السير توقفوا ونزلوا عند دراجاتهم وطلبوا مني أن نوم على الأرض فاستجبت لهم ولكني في الحقيقة لم أنم إلى الصباح خوفا من أن يتركوني مرة أخرى في جبال قاحلة لا ماء فيها ولا شجر ولا حيوان ولا إنسان وفي الصباح تقدم أحدهم واستطلع الطريق كان يذهب بدون أي حمولة من المخدرات أو من الأشياء المهربة يذهب وحده كأنه ذاهب إلى قريته مثلا ويستطلع الطريق وإذا ما شاف يعني شيء من الشرطة أو كذا يعود فيخبر أصحابه ويحملون الأشياء المهربة معهم ويسيرون ثم عاد ليطلق إشارة الرحيل ومررنا على قرية لهم في الجبال وفيها سمعنا من خلال الراديو بمقتل الرئيس الباكستاني ضياء الحق في ذلك اليوم فتأسف المهربون لمقتله كثيرا وكادوا يبكون يعني كانوا مرتبطين بباكستان ومرتبطين بضياء الحق باعتباره زعيم سني أو باعتباره يعني كان يحتل مكان خاص عندهم ثم وصلنا إلى مشارف زاهدان فتوقفنا وغسلنا وجوهنا من جدول صغير وفاجأتهم بأن أخرجت من شنطتي عمامة وجبة وعباءة فارتديتها وركبت خلف صاحبي على دراجته وكأني شيخ قادم من التبليغ في بعض القرى ودخلت مدينة زاهدان من دون أن يسألني أحد عن هويتي في الحواجز رغم أني لم أكن أحمل أية أوراق ثبوتية لأن جوازي بقى في باكستان ثم أخذت باصا من زاهدان إلى طهران أيضا دون أن يستوقفني أحد طول هذا الطريق ولم يكن في الحقيقة ثم تخطر علي من قبل الإيرانيين فحتى لو أتقلوني فسوف أخرج سريعا لأن جوازي العراقي كان موجودا في طهران وفي نفس هذه الفترة كانت الحكومة الكويتية تضغط على شيعة كثيرا نظرا لتحالفها مع العراق في الثمانينات وكنت في تلك الأثناء أشرف تنظيميا على مجموعة من الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في حوزة القائم ففكرت معهم بإطلاق حملة ثقافية مضادة ووضع خطة لتشييع الكويت وذلك بطبع مليون نسخة من مئة كتاب شيعي مهم من أهم الكتب الشيعية وتوزيعها بشكل منظم على الموظفين والمثقفين والمعلمين والصحفيين وطلاب الجامعات في الكويت أملا إما بتشييع كسم من هؤلاء والحوار معهم طبعا من خلال تنظيمنا في الكويت أملا بتشييع كسم من هؤلاء أو كسبهم واستمالتهم يعني إذا ما يصبحون شيعة يصبحون قريبين متفهمين للشيعة يحترمون عقائد الشيعة يتفهموا معهم أو تحييدي مع الأقل أو أنه يعني نجردهم من هذا الأداء ومن هذه الحملة المضادة علينا أنه يعني الشيعة أيضا شيء مذهب معقول مقبول والإذعان باحترام المذهب الشيعي والتخلي عن العداوة السلفية للشيعة ولكن الخطة بقيت حبرا على ورق وإن كانت في الحقيقة الحركة المرجعية يعني منذ أن جاء سيد الشيرازي إلى الكويت بدأنا نطبع كتب شيعية في الكويت ونطبع في بيروت أو نطبع في الكويت نحن أنه مطبع خاصة في مدرسترس والعظم بالكتب ونطبعهن ونوزع كنا نقوم بحركة ثقافية يعني ما كان في حركة سياسية إلا هي قضية الشيعة وتشيع فكان أدنى بذور أو مقدمات كنا نقوم بهذا العمل ولكن الخطة اللي وضعناها أو اقتراحات يعني لتكثيف الخطة أكثر وطبع مليون كتاب ومليون كتاب طبعا راح أسوي تغيير لو كنا طبعين هذي كانت تعمل في أي بلد مثل بالكويت ثلاثة أربع ملايين سكان الكويت كانت تعمل يعني صدى كبير في الكويت ولكن الحرب استمرت والظروف لم تسبح بذلك والآن طبعا هما استمروا تلاميذي مثلا بعضهم التلاميذي اللي علمتهم الكتابة أو كنت أنظمهم من الأخوة الكويتين هما استمروا في العمل هذا الآن نشوفون هاي القنوات الفضائية لأنوار واحد وأنوار اثنين والقنوات الشيائية الشرازية يعني قسم من مدراءها أو محررية أو كتابها وكذا هما كانوا من تلاميذي سواء في الحوزة أو في التنظيم قسم الكويت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى حلقة أخرى إن شاء الله